طيب في بعض الملامح وبعض الأمور الهمة من خلال مباراة الأمس وأهمها طبعا مؤمن زكريا نجمع النادي الأهلي وأحد اللاعبين اللي بننتظر عودتهم بفارج الصبر كل جمهور النادي الأهلي منتظر عودة مؤمن زكريا كل جمهور النادي الأهلي بيدعيله بالشفاء العاجل وأن يعود لصفوف النادي ويعود لزملائه في الملعب ويعود لجماهيره المنتظرات بشكل كبير جدا اللقطات مبارح زي ما حضراتكم شايفينها كده لو نقدر نختصرها في كلمة أو تقدر تختصرها في جملة فهو ده النادي الأهلي اللقطات لما تيجي تشوف اللقطات هي في النادي الأهلي كان من الاحترام والإخلاص والانتماء والحب وكل اللي انت عايز تقوله قوله في الحقيقة يعني بداية من رئيس النادي الكابتل محمود الخطيب واللي كان في استقبال مؤمن زكريا شوفنا اللقطات في المدرجات هو بيستقبله هو بيسنده هو طبعا زوجته الكريمة اللازم يعني نحترمها جدا ونشيد بيها جدا ووحدة يعني عندها وفاء وإخلاص متناهي وهي دي السيدة المصرية الأصيلة في الحقيقة يعني فلقطات كلها جميلة ولقطات تسعدك وتبسطك وتحسسك قد أنت فهور أنك أهلاوي زي ما أنت شوفته الحتة اللي فاتت دي تحديدا لو تقدروا تقعد أهالي كابتل محمود الخطيب واقف بجوار مؤمن زكريا بيستحبه حتى مكان تسلم درع الدوري فضل بجواره لحد التقاط لصور التسكيرية زي ما أنتوا شايفين كده قدامكم حاجات كلها جميلة ما تلاقهاش غير في النادي الأهلي وأكيد هتبقى موجودة بعض عندها لكن قصد النادي الأهلي بيقدر يعمل الأمور دي بشكل ممتاز لأن هي دي سمات الأهلي هو ما فيش استناع في الموضوع أنت ما تجي تتفرج على اللقطات دي مش هتلاقي استناع هو دي ده الطبيعي جوه النادي الأهلي إخلاص ووفاء وحب وكل شيء موجود في اللقطات اللي حضرتكم شايفينها دي فدوري مؤمن زكريا أحد أهم وأغلى الدوريات في الحقيقة بالنسبة للنادي الأهلي في تاريخه والدوري رقم 42 فكان لازم بصراحة نشيد بالمشهد الرائع مبارح في اللقطات اللي شفناها مع حضرتكم من شوية